خالينا نعود للأجواب التنافسية وشايفين يعني كل زمائلنا الموجودين الصراحة في أبيتجان بيدرون لنا التفاصيل ويدخلونا في أجواء ماما أفريكا بشكل عظيم جدا خالد رزي بينضم لنا يا خالد برحب بيك ويعني عندك قصص كتيرة جدا أعتقد ممكن لما ترجع تبقى تعمل لنا كتاب كده تحكي لنا عن مغامراتك في أبيتجان ولكن أطلعني على ما لديك على المستوى الفني وعلى المستوى بطولة طبعا مرهان برحب بيك وبرحب بكل مشاهد أونتايم سبورتس في كل مكان طبعا هبدأ معاك بالخبر الأهم وهو خبر غياب أسمن من المنتخب النيجيري يمكن المنتخب النيجيري أعلم على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن أسمن يعني شعر ببعض ألام البطن ألام شديدة في البطن والمنتخب والبعثة كلها سفرت على مدينة بوكي لأن المباراة غدا إن شاء الله نيجيري أمام جنوب إفريقيا هتكون على أستاذ لبيدو بوكي وأسمن موجود هنا في أبيتجان بصحبة واحد من الجهاز الطبي والفريق الطبي للمنتخب بقى النيجيري هناك في بعض المحاولات لإلحاق اللعب بالمنتخب بالتأكيد وفي بعض العمالة الطبية بقى بالتأكيد من قبل الجهاز الطبي للإطمئنان على أسمن ويعني هيشوفه لو أسمن بقى جاهز النهاردة بالليل هيطلع النهاردة بالليل من أبيتجان على بوكي طيرها تستغرق تقريبا ممكن يعني عشرين دقيقة أو خمسة وعشرين دقيقة عشان يلحق بقى المنتخب النيجيري غدا طبعا أسمن واحد من النجوم المنتخب النيجيري وشارك فيه كل المباراة السابقة وكان ليه أداء ودور أكيد مميز داخل المرعب وطبعا غيابه بكرة هكون غياب صعب على المنتخب النيجيري فيه مباراة هتكون هامة وصعبة والمنتخب الجنوب إفريقيا يعني المنتخب اللي بيعتمد على اللعبين المحليين ولكن اللعبين على مستوى عالي عندهم حارس مرمى ويليمز واحد من المتقلقين واللي أصبح ترند بالتأكيد فيها الأيام القليلة الماضية بعد تصدي الأربع رقالات جزاء كأول حارس فيها الطور إفريقيا تصدي الأربع رقالات جزاء فيها المباراة وطبعا لسه بيتم ملاحظة بقى أسمن ومدى جاهزيته لهذه المباراة لو كلمنا أيضا بقى عن الحكام المصريين في هذه المباراة أيضا هيكون الحكم المصري أمين عمر بصحبة أحمد حسام وأبو الرجال كحكمي راية بالتأكيد هيكونوا متوجدين في مباراة غدا طبعا بعد الأداء الكبير لقدمه كابتن محمد عادل كحكم في مباراة كوتيفوار ومالي أداء مميز جدا وكل أشاد به الحقيقة في أداءه في المباراة برغم أن كانت مباراة صعبة جهود جماهيري ضخم جدا ولكن حكمنا المصريين عاملين شغل عظيم جدا في البطولة الإفريقية بالتأكيد وأمين عمر هيكون عنده مهمة كبيرة جدا غدا إن شاء الله في مباراة هتكون أيضا هم ولكن طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا في حكمنا المصريين هما هيقدوا أداء كالعادة مميز ومشرف للكرة المصرية والمصر بالتأكيد وهنتابع أيضا أجواء المباراة غدا وهنشوف كل التفاصيل بعد هذه المباراة طبعا النهاردة يكون فيه مرانين في أبتجان للمتخب الإفواري وبعدها المنتخب الكنغولي يعني طبعا كان فيه النهاردة مؤتمر صحفي الساعة 12 ونص صباحا يعني للمنتخب الإفواري وبعدها هيكون المنتخب الكنغولي المؤتمر صحفي لي والمؤتمرين للمباراة الأخرى هتكون في مدينة بواكيك المؤتمر الأول للمنتخب نيجيريا وبعدها بـ 45 دقيقة كان المؤتمر الخاص بمنتخب جنوب إفريقيا عايز أقولك أيضا أن اسم منتخبنا الوطني ذكر مبارح في الأجواء اللي كانت موجودة من تحليل بطولة كأس الأم الأفريقية حتى هذه اللحظة كان فيه تحليل وكان بيتواجد بعض النجوم والأساطير الإفريقيين وكان لها حديث مع بعض هؤلاء النجوم اللي تكلموا على أن الحكام المصريين عاملين شغل مميز في هذه البطولة وتكلموا على أن خروج المنتخب الوطني في بعضهم قال بسبب غياب بعض الغيابات زي شنوي وصلاح وإمام عشور والبعض الآخر تكلموا على أن المفاجآت اللي موجودة فيها هذه البطولة متعتبرش مفاجآت لأن الكرة الإفريقية تطورت جدا وأشهدوا بأداء المدربين في هذه البطولة وكيفية أنهم قدروا يعملوا تطور كبير ملحوظ في البطولة وتكلموا على أن معظم المنتخبات اللي لعبت المباراة حتى الآن بالعاوة بخطة 4-3-3 دي بنسبة 60% الأداء فيها حتى هذه اللحظة وأيضا نسبة التهديف في هذه البطولة أكتر من البطولة السابقة يمكن بمعدل 1.3 في البطولة دي كان في البطولة الأخيرة كان بمعدل 1.2 يمكن أجواء وهم شايفين البطولة بالتأكيد على الأرقام والإحصائيات اللي موجودة حتى هذه اللحظة هي البطولة الأنجح من وجهد نظرهم من خلال التحليل لأرقام والإحصائيات اللي موجودة حتى الآن وتكلموا أيضا على عامل الجو والطقس والرطوبة اللي ممكن بتؤثر بشكل نسبي على أداء المنتخبات العربية وأيضا كان في حديث آخر عن المنتخب الجنوب إفريقي واللعبين المحليين اللي بيشاركوا معاه وتكلموا على أن الأداء الإفريقي أو الأداء المحلي للعبين ده أكيد بيكون شيء ممازل الاهتمام باللعبين المحليين وكان يعني رؤول تكلم على وهو مدير تطوير في الكاف تكلم على أن المنتخب المصري لما كان بيلعب وفاز بثلاث بطولات متتالية كان معظم اللعبين فيه من النادي الأهلي وكان أداء مشرف جدا وقدر أنه يفوز بطولاته وده كان راجع لأنه بيكون فيه انسجام قوي جدا بين اللعبين المحليين اللعبين المحترفين خاصة في الدول الأوروبية بيكون التقصي مختلف بيكون انسجامهم مع اللعبين المحليين بيكون مش أكتر حاجة مميزة بالتأكيد لعدم وجوده مع اللعبين وبيتواجد بس فيه التوقفات الدولية فتكلم على أن تطور الكرة الإفريقية هرجع من أن يتطور اللعبين المحليين وكون التركيز معهم بشكل قوي جدا ولكن اللعبين المحترفين بيزودوا الخبرات وبيزودوا التوق لداخل الملعب ولكن الاهتمام بلعبين المحليين شيء مهم وضرر جدا وأيضا أشهدوا بالحراس المرمى وبالتحكيم على مستوى العالم تكلموا على أن إفريقيا تطورت بشكل ملحوظ أن ما بقاش فيه حاجة اسمها أن الحراس الأفارقة أقل أو الحكام الأفارقة أقل فيه الجودة أو الإمكانيات ولكن تكلموا على أن الجودة الإفريقية أصبحت عالية جدا وده ظهر فيها هذه البطولة بالتحديد أن بطولة بيظهر فيها عدد من المنتخبات عظيم جدا وتكلموا على منتخب كاففيردي بالتحديد كمنتخب عنده أكبر لعبين سنا ولكن أدى أداء مشرف جدا وخروجه فيها هذه المباراة كان خروج صعب وكان خروج بأداء مميز ليه وما كانش خروج بأداء سيء وأيضا تكلموا على حارس المرمى للمنتخب كاففيردي أنه كان أيضا أدى أداء كبير لما تسألوا على أن وليامز كان متقلق في هذه المباراة كان يعني بعض الرد أنتوان بيل حارس مرمى المكونون العربي السابق ومنتخب الكاميروني يتكلم على أن أيضا حارس مرمى كافيردي كان متقلق في هذه المباراة على مدار المباراة وأن في حراس مرمى على مستوى عالي جدا طبعا النهاردة يعني هيكون فيه مرانين للمنتخب الإيفوري والمنتخب الكنغولي في أبيتجان العاصمة الاقتصادية وهيكون المران ساعة 4.5 والساعة 5.5 مران المنتخب الكنغولي عامر هان حاولتنا نقللك الصورة والأجواء من داخل أبيتجان نعود لك المراخ الأمفلسطية تفضلي تحياتي لك أكيد يا خالد بشكرك شكرا جزيلا وبرضو تحياتي للمصور هيسم حسن اللي بيرفق على مدار كل هذه الأيام